يا طاق يا مطقوب الموضوع وصل على النهاية يا أني أطقه يا أنه يطعني ويذبحني السلام عليكم ومساء الخير كيف حالكم يا جوعة الخير؟ إن شاء الله بخير وصحة وعافية قبل ما نبدأ في هذا المقطع والله يعطيكم ألف عافية لا والله ولا والله أني أقولها من كل قلبي شكرا شكرا على الكومنتات الإيجابية شكرا على الكلام الإيجابي سواء أشوفه في مقاطعي في التيك توك أو سواء في قناتي هنا تحت في الكومنتات تذكر أي كومنت أقرار رح أضغط عليه زر القلب السنابي القديم حذفته اللي كان يتابعني في السنابي القديم طاح والله هذا السنابي الجديد رح تحصونا تحت مكتوب عليمين وحياكم الله يجمعه الخير اللي أعرف يا جمعة الخير عن القصص إنها ترويلنا أشياء قديمة عشان نحذر منها في المستقبل وبعض القصص نستغرب حدوثها حرفيا ولكن كل قصة لها موضع وشخصية مختلفة القصص دائما تكون يا محذرة يا للمتحة قصة اليوم لو تنعرض كفيلم أنا أتوقع أنها راح تفوز لا لا قصة اليوم مختلفة قمنا نبدأ في مقطع اليوم حبيبي عزيز المتابع لا تنسوا تضغط على اللايك وتشترك في القناة فقلنا شوي على المليون المتابع ويلا خلنبدأ القصة هذه يا جمعة الخير ترجع للشخص اسمه محمد محمد هذا يعيش في قرية ما راح أقول لها قديمة ولكن بين القديمة والجديدة وكان في عمر السبعة عشر سنة خلني وشي أعرفكم على عائلة محمد محمد عنده ثلاث إخوان وثلاث خوات وأمه أبو محمد وهو الشخص الكبير اللي في هذه العائلة وهو قاعد يدرس في الثنوي على آخر مرحلة كانت درجاته حرفيا مرة عالية وكان من المتفوقين داخل هذه المدرسة المهم أبغى أطعول عليكم يوم الأيام جاء المدير وطق الباب طاق 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 ويفتح الباب السلام عليكم عليكم السلام قال الطلاب المتفوقين راح نجمعكم في فصل نبغى نسوي معكم اجتماع مين اللي معدلة فوق الثمانية وتسعين أو تسعة وتسعين قليل رفع يده وكان ضمنهم محمد قال خلاص في الحصة الثالثة أبغىكم تتجمعون في الفصل الفلاني هذاك قالوا خلاص تمام وش السالفة وش صاير ما ندري ولكن الواضح أنهم جمعين المتفوقين عندهم يا حدث يا شي يبغون يسوونه مع المتفوقين وجدت الحصة الثالثة وراح محمد للفصل هذا قاعد اللي يحصل حول حوالي سبعة أو ثمانية ش السالفة يا عيالو وش صاير وش الموضوع ومحمد قاعد يقط إذنه بين هذول يبغى يعرف وش الموضوع يحط إذنه هنا ويحط إذنه هنا بس ما أدري هل أنتو كلكم متفوقين أنا تسعة وتسعين ثمانية وتسعين تسعة وتسعين ثمانية وتسعين شوي إلا يفتح الباب سلام عليكم عليكم السلام اللي هو المدير ويمشي كده ويقفل الباب كيف حالكم يا عيالي طيبين وموركم زينا الوزارة كلمتنا وقالت لنا في كل مدرسة رح نختار منهم ثلاثة رح يطلعون بعثة والبعثة هذي رح تكون على حساب نفس الدولة ورح يتكفلهم في جميع المصاريف والتكاليف ورح نبتعثهم إلى أحد الولايات اللي موجودة في أمريكا قالوا خلاص تمام قال لهم المدير من اللي عندها القدرة إنه يصير مبتعث يقول محمد والله خذاني الحماس وأرفع يدي تصدق يا أخي والله حلمي إني أصير مبتعث وأدرس برة وأرجع وأرفع راس أبوي وأمي رفع يده محمد ورفعه معاه حوالي خمسة أو أربع طلاق قالوا إحنا في الأخير رح نصف على ثلاثة ولكن نرح نعطيكم الآن استبيان أو ورقة تعطونها أولياء أموركم ويعطينا أولياء أموركم الموافقة إنكم صدق أنتوا راح تكونون جاهزين للبعثة هذه محمد عطوا رد للمدير قال له طيب وش التخصصات اللي راح تكون متاحة قال بعد ما تخذوا الموافقة على معدلاتكم راح يسوي لكم نفس السنة التحضيرية إذا أنتوا هناك عندهم بعدين راح تختارون التخصص اللي أنتوا تبغونه محمد خذل ورقة وفرحان وخلاص يعني موره زينة وراح للبيت وقابل أمه وقال لها السالفة قالت لأمه أسكت أسكت لا يدري أبوك عنك والله ما يخليك تروح تستحبل أنت مستحيل تروح يا شيخ لو تسوي لتسوي تقنع أبوك مستحيل الولد خاف وقال ليه مستحيل وراح للغرفة كذا وقعد مع نفسه قال حين أقول لأبوي ولا ما أقول له وليه مستحيل هذا مستقبلي أنا مو مستقبلهم طبعا هذا الكلام كل اللي قعد تقول لأمه إن أبوه فيه من دواعي الخوف وخايف على ولده ولكن لحد الآن أبوه ما درى وقام محمد يناظر الموضوع ويقلبه قال يا ولد هذا مستقبلي أنا كيف يقولون مستحيل هل هو منقلق هل هو منتوتر هل فيه شيء الموضوع وطلعت المحمد فكرة قال إذا أبوي بعيي في الحل الأنسب أني أروح أكلم عمي عمي هو حلقة الوصل والشخص اللي شوي فاهم في العائلة مع العلم أنه أصغر من أبوي ولكن إن شاء الله يفيد يقول الله وأخذ نفسي واروح البيت عمي واطق الباب عليه طاق 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 وردت عليه بنته مين أنا محمد عمي موجود ولا مو موجود كاتت ليه وش تبيبة قال لها أبغاه بس بموضوع بسيط إذا هو موجود كاتت ليه محمد الله يهديك الحين الوقت ظهر وأكيد إنه نايم قال أبغاه ضروري تكفين راحت البنت وقومت عم محمد ويطلع وش فيك أوليدي عسامانشار قال أبغاك يا عمي شوي تكفين والله موضوع والموضوع هذا مزعلني وجايب خاطري قال وش الموضوع قال الموضوع يا عم أني أنا جتني بعثة يوم جتني بعثة رحت لأمي وقلت لها وقالت لي أمي أنتبه تقول لأبوك وأبوك راح يعين عمه كان عنده وجهة نظر قال لا راح قل لأبوك وعايد الموضوع هذا موضوع يخص مستقبل أنت إذا رحت قلت لأبوك أنت رايح تستأذنه ما أنت رايح تحاربة تستأذنه والدنيا أخذه وعطه يا ولدي فرح لأبوك قل له قال له خلاص تمام والله عزم أمرا بعد صلاة العصر أقول لأبوي ولا ما أقول له أقول لأبوي ولا ما أقول له الآن ولا أخليها بكرة يا رجال خلني أقول له العال راح لأبوه وقال له يا عيبة والله الموضوع كذا 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 أبوه مباشرة بدون ما يفكر على طول قال له مستحيل تروح وقالت لي أمك ترى مستحيل أخليك تروح لو تموت مستحيل انس انس بعثة هذه انسها طيب ليه يا عيبة عطني سبب بدون ما تقول ليه أنا أبوك تسمع كلامي غصبا عنك استغرب محمد ليه أبوي يقول كذا قال ما لي إلا عمي يجي يكلم أبوي ورح لأبوه وقال له رد أبوه قال له أن أبوي عي ورفض يقول لا ما فيه مستحيل أخليك وأقول له ليه يقول ما تدخل أنا أبوك تسمع كلامي غصبا عنك قال لأعمة والله يشف يا محمد المشكلة أنه هو أبوك على طول محمد قال العمة يا عم هل تشوف تصرف أبوي سليم قال والله أنا خايف عليك وما أدري إيش قال أنا ما علي من خايف عليك يا عم أنا عمري 18 بزيوصل 19 يا عم أنا هذا مستقبلي دراستي وعملي هذا مستقبلي عمه قرر يصارحة قال له اسمعي محمد مشكلة أبوك أنه ما عنده إيمان إيمان بالقدر خيره وشره صدر أبوك ما يؤمن بالشي ذا أو كي أبوك يصلي الله يتم عليه الصحة والعافية ورجال طيب وكلامه معسول بعض الأحيان ولكن أبوك مرة يخاف يخاف مرة ويخاف من المجهول هذا الشي هو لي خلي أبوك يمنع السفر وأنك تروح وتبتع قال لي عم تكفرني طالبك أبغاك تكلم أبوي وتهديه لأن والله العظيم ودي أرفع راس أبوي وأمي وعائلتي وأجيب شهادة كويسة قرر العم هذا يروح ويكلم أبو محمد وطق عليه الباب أهلاً أبو محمد أبي أكلمك وأقابلك شو السالف أو شو الصائر أبغى أقابلك تعال يا أبو محمد ما سولف معك ما كان حاط في راسه أنه جاي كلمة عشان بعثته لدى محمد قاعد يكلمه والكلام هذا اللي دار بين أبو محمد وأخوه عشان محمد طبعاً ذا الكلام كله اللي قاعد يدور ومحمد ما هو موجود قال لي يا أبو محمد الدنيا ترى مو على كيف نتهم ولكن ربي والمسؤول عن حفظهم أنت ما تقدر تغير فيه أي شيء مكتوب له الأفضل أنك تترك الخيارات هذه لمحمد نفسه في تدخلك في أشياء الخاصة راح يضعف ويهبط من شخصيته فأتمنى أنك تخليه على هواه بعدين يا أبو محمد ترى ولدك ما هو رايح يدشر ولا راح يسوي شيء يغضب ربه بالحكس قاعد يحاول أنه يطور من اسمه واسم عائلتنا ويرفع اسمنا أنا طالبك يا أبو محمد أنك ما توقف في طريقة وأتمنى يا أبو محمد ما تدخل موضوع العقوق في هذه السالفة فأتمنى أنك ما تروح تقول لولدك إذا رحت فأنت ترك عقيت بكلامي لأن هذا الشيء ما ينفع تقوله قال أنا أخبر بولدي وأنا أعرف قال يا أبو محمد اسمعني قال ترى أنت مستحيل تعرف التنبؤات مستحيل أنك تعرف القدر مستحيل أنك تعرف وش الشي اللي راح يصير قدام هذه كلها أمرها بيد ربي لازم يا أبو محمد تؤمن بالقدر خيره وشره فالإيمان بالقدر خيره وشره يخليك إنسان هادي غير مرتبك تدخلك الآن في مسار محمد العلمي تراه شي خاطئ تقبل موضوع أبو محمد صار يقلب في الموضوع بعد ثلاث أيام جاء أبو محمد لولدها محمد قال أولديك في حالك طيب اسمع أنا أكلمني عمك وقررت يا محمد أني أخليك تروح وتبتع استانس محمد قال لا ولكن ها يا محمد رح أوصيك على أشياء لا تنساها صلاتك وانتبه تطيح في المعصي وتذكر من ربي سبحانه وتعالى يشوفك هنا محمد حس بثقة العائلة صدق لما تحس بثقة العائلة فيك تحس المسؤولية عليك كبيرة طبعا أبو محمد مسوي الشي هذا بعد ما نصحها أخوه رح محمد مستانس أخذ الورقة وروح سلمها المدير يا أستاذ يا أستاذ خلاص أبي وافق أنا بروح قال كويس أصلا أنت الثالث والأخير البقية أهلهم ارفضهم ولكن الآن أنت يا محمد معاك اثنين زيادة عبدالعزيز وسعود هم اثنين رح يروحون معاك ولكن قبلها لازم تروحون الوزارة تخلصون أموركم وبرضو تجيبون جوازاتكم وتجيبون كل شيء قال لا أوكي تمام راحوا اليوم الثاني الصبح وخلصوا أوراقهم وخلاص صاروا إذا تخرجوا مباشرة على طول يلتحقون بهذه البعثة قلمهم نام محمد وصحة على اليوم الثاني عشان يروح يخلص أوراق البعثة حقتها طبعا مثل ما انتوا عارفين أي شخص ناوي يروح يبتعث يسوي أول شيء يروح يشتري لشنطة وملابس وأغراض ويعد الأمور هذي كلها محمد راح شرع لشنطة وأغراض وملابس والغيرات اللي يبغى يغيرها كل فترة وضبط شنطته واستعد لليوم اللي راح تقلع فيه الطيارة ويروح يقول محمد وأنا نازل من الدور الثاني للدور الأول المكان اللي فيه غرف خواتي وهلي يقولوا المهم نزلت وسلمت على هلي وإن شاء الله أني راح أرجع عقريب إن شاء الله فأقرأ بإجازة ودعولي ولا تنسوني من دعواتكم ومعاد تدعي لأهي وخوات محمد طبعا اللي راح يودي محمد المطار أبوه سلم على هلا وطلع هو أبوه وركبه السيارة إلا أبو محمد يقول ميد محمد يا محمد هذا أقوى قرار قد اتخذت أنا في نفسي إني ما أتدخل في مستقبلكم واموركم الدراسية وأعطيه كامل الثقة وإنت من اليوم وراح يا محمد مسؤول عن نفسك وإنت الرقيب على نفسك طبعا الكلمات هذه تحسسك للموضوع شوي ثقيل بتصير عندك المسؤولية عالية كان محمد لأبوه أبشر يا يبه ولا شي لهم وصل أبوه عند المطار ودعه ونزل محمد وقابل أخوياه سعود وعبد العزيز مرحبا هلا والله كيف الحال أخباركم طيبين والله الحمد لله يلا جاهز أنت يا محمد والله إني جاهز يا عيال وبإذن الله أنه راح ندرس ونسكن سوى ونفلها بإذن الواحد لحد ولكن يا عيال خلنا اتفق اتفاق كذا سريع في بداية السفرة الاتفاق هو شي واحد ما نمزح فيه اللي هو الصلاة نبغى كل واحد يذكرنا بالصلاة قالوا لا خلاص تمام ما عندك مشكلة يقول محمد الرحلة راح نروح فيها لامريكا راح يكون فيها توقف توقف في منطقة أبو أربع خمس ساعات بعدين تحرك المنطقة ثانية يقول طرنا بالطيارة أبو كذا 12 و 13 ساعة بعدين وصلنا لمحطة التوقف الأولى اللي راح نريح فيها ما يقارب خمس أو ست ساعة والمنطقة هذه تبعد على الولاية اللي نبغى نروح لها أربع ثلاث أربع ثلاث ساعة يقول نزلنا وريحنا إلا فجأة فيه شخص كذا واقف ومعاها غراض في يده وقاعد يمر على الناس الموجودين طبعا يتكلم بالإنجليزي ويسأل وين رايحين وين متوجهين والشخص هذا الواضح منه ما هم الناس اللي شغالين في المطار سألنا قال وين رايحين وإنا جاوبناه يعني بكل أريحية ما خفنا من شيء قلنا طيب واذا سأل وين رايحين فقلنا للولاية اللي راح نسكن فيها قال لي طيب في عندي غرض عايد يتوصلونه المم قام يقولنا قصة وكانت القصة حقتها مقنعة يقول ولكن أنا متخوف إن ذا الشخص غريب ما أعرفه قال أول ما توصل المطار هناك راح يتحصل واحد يستقبلك هناك أنا راح أتصل عليه وراح حط لوحة باسمك ويستلم منك الغرض عرفتوا اللوحة هذة اللي يوقف عند بيبان المطار يكون حامل اسمك فأول ما تشوفه تسلم عليه وتركب معاه قال له سعود خلاص تمام ونتظروا ابو خمس ساعات وطير طيارتهم تتوجه للولاية اللي راح يسكنون فيها يقول أول ما نزلنا من المطار يقول أسلوب المطارات شوي غريب عندهم في شي يسمونه تفتيش مفاجئ والتفتيش هذا يكون اختيار عشوائي يقولوا إنا قاعدين نمشوا وندف الشناط في العسكر يقولنا روحوا على المسار الأيمن وعسكيتان يقول روحوا على المسار الأيسر كان قاعد يوزعنا ولكن إذا قال المسار الأيسر أعرف أن راح يفتشونك يقول أنا وعبد العزيز قال لنا روحوا على المسار الأيمن يقول إلا سعود قال لك خلك على المسار الأيسر يقولوا أدخل على المسار الأيسر كده وفي فتحه وباب وأدخل وأنتظر يعني أبغى أشوف إش راح يصير يقول انتظرت أبو 20 دقيقة 25 دقيقة يقول لا جاء كده وفتح شنطتي كأنه يعرف وش اللي داخل شنطتي يقول فتر حكده ويبحث ويبحث ويطلع الكيسة اللي يعطاني إياها الشخص محطة التوقف ويحط الكيسة كده على جنب يقول سعود أنا ما أدري وش قاعد يقول يقول كانت إنجليزيتي شوي ضعيفة يقول لك من تعبير وجهها فهمت إنه ضايق إن هذا الشي ليه معاي في شنطتي ويقول يقول لي تكلم يعني وأنا أقول لها ما أدري وش قاعد يشتبين أقول لك في يعني كان كلام سعود كله I don't know What you want يعني ما يدري وش يبغى في سكة سعود ومنحضرنا سكة يقول سعود وتمر الساعة الأولى الساعة الثانية ومحمد وعبد العزيز ينتظروني برا وين ذا يا ولد طول يقول رحنا سألنا عنه إلا قالوا إنه لا ممسوك داخل الأمن حق المطار يقول مهم حصلنا شخص وحسينا إنه شخص عربي فرح نالا قل نالا ما عليش أخوي نبغى نسألك قالوا أنتو عرب قالوا إيه نحنا عرب من وين وما أدري إيش فقاموا يوصفوا لأنه من المنطقة الفلانية وفي المكان الفلاني هذا سألت قلت لأن خويه صار كذا 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 قال خذ البضاعة قال لي خذ البضاعة قالوا جابها معاه في طيارة شلون كيف قدر هذا شخص بيواهقه يقولوا المهم هذا الشخص طار فينا قال بما أنكم عرب أنا راح أوقف معكم ولكن الآن اللي أبغى منكم تكلمون خويكم ما يتكلم نهائيا لين أجيب لمحامي أنا أعرفه يقولوا نحاول نوصل عند سعود لين قابلناه وقلنا لأ نالا سعود لا تتكلم يسألونك قل ما أدري يشتبون سووا نفسك مجنون لين ننخلص قال لي وصاير قال احنا طحنا في مشكلة ولا عكين خليك ساكت يقول محمد أنا جاه في راسي قلت هذه بدايتها وأول يوم لي وهذه أول مشكلة لي وإن شاء الله أنها آخر مشكلة فجأة اللي يجي شخص ثاني وشخص ثاني هذا برضو شخص عربي السلام عليكم عليكم السلام وين سعود؟ سعود جوا قلتون لا يتكلم إيه قلناه لا يتكلم قال بس الموضوع كذا 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 لا يتكلم وأنا راح أدخل أنا المحامي حقه يقول سعود اللي شوي واحد يدخل علي اللي هو صدق المحامي اللي يتفقه مع محمد وعبد العزيز والشخص العربي هذا اللي يقابله وقام يتفاهم مع العساكر الموجودين هناك وقال لهم السالفة إن في واحد صار له كذا وسوه كذا وسوه كذا وعطاه البضاعة هذه قالوا الشرطة إحنا ما راح نطلع من هنا اللي لما نفتح الكاميرات وراح نشوف المنطقة الهناك هل هو صدق قابله في الصالة وعطاه ولا جايب هذه الأغراض من بلده وانتظروا الشرطة لهم بحثوا بحثوا وصدق حصلوا الكاميرات إن في شخص سلم سعود البضاعة من مطار التوقف أيبو سامة تواني ما في تفتيشي فتشونه قبل ما يدخل بضاعة المطار لا يا جبعة الخير إذا كنت في الانتظار حق الرحلات ما يكون في تفتيش التفتيش يكون في لحظة دخولك للمطار نفسه ولكن الشخص هذاك شوذوا مندخله جوه ووصل للصالة هذه المهم معلينا واطلقوا صراح سعود واطلعوا من الورطة هذه والشخص اللي قابلوه قال لهم اسمعوا انتم منطقة قريبة من منطقتي وحرفيا ما أتمنى يصير لكم أي شي وخذوا هذا رقمي اسمي أنا عباس في أي شي تبغونا داخل الولاية كلموني وبإذن الله أني أفيدكم قالوا الخلاص تمام الله يعطيك ألف عافية عباس وشكرا لك والله تشرفنا فيك وشكرا على المحامي اللي جبته قال تبي فلوس منه تبغى شيء قال لا لا ما أبغى شيء قالكم التوفيق يقول محمد والله أني استغربت من الموقف قلت هذه بدايتها ينعرف تاليها لازم نكون حذرين لأبعد درجة المهم طلعنا من المطار وجنبي اسعود وعبد العزيز أناظر فيهم وقول الحمد لله أنها مرت على خير طبعا إحنا طلعنا من عند المطار ندورنا تاكسي ودينا للسكن المخصص لنا اللي معطيتنا إياها الدولة محثنا عن تاكسي وعطيناها العنوان قال خلاص أوكي ما في مشكلة ركبوا وركبتنا قدام وعبد العزيز وسعود ركبوا وراء ونطلع للسكن حقنا وإنا على الطريق قاعد أقولهم يا عيان الحمد لله مرت على خير الحمد لله يا رب وصل التاكسي ونزلنا وخذنا أغراضنا ودخلنا للشقة طبعا بكرة لازم نروح للجامعة نسجل أسماءنا أن أحنا حضرنا عشان يعتمدوننا في النظام الدراسي حقهم قلت لهم يا عيال أتمنى ما أحد يطلع نبغى ناخد جوازاتنا وناخذ أغراضنا ونروح للجامعة ونبغى نروح بدري بدري ما نبغى نتأخر فتمنى نكون على الموعد والله نمنى كلنا وصحينا في اليوم الثاني أول ما صحينا في اليوم الثاني خذنا أغراضنا وطلعنا على طول للجامعة طبعا الجامعة نروح لها مشي تبعد أن ما يقارب 14 دقيقة و13 دقيقة مشي رحنا مشينا على رجولنا لين وصلنا للجامعة يقول محمد أول ما قربنا والله المكان زحمة وأممة محمد حربيا وندخل ونسجل أسماءنا ونسجل كل شي وقالوا لنا أنت وين ساكنين فيه حددنا لهم مكان السكن طبعا اللي يقابلونا هناك في ناس موجودين من نفس دولتنا حطتهم الدولة يسهلون لنا أمورنا ويشوفون وضع السكن ويديرونا قالوا لنا وين ساكنين فيه وحددنا لهم السكن وكتبنا كل شي قالوا خلاص رح نضيف عليكم بإذن الله طالبين طالبين هذولي لازم يسكنون معكم وعطونا الطالبين هذولي قلنا لهم خلاص ما في مشكلة إن شاء الله الأمور زينا وكيشي تمام الآن عرفنا الخمس طلاب هذول يساكنين في السكن أنا لحد الآن قعد أمشي معكم حبة حبة عشان أوصل مرحلة ذي وبعدها أطمر الآن يا جمعة الخير محمد يقول خلصت السنة الأولى على خير وحددنا الأوقات الدراسية والتخصصات يقول محمد أنا تخصصي كان كيميائي والتخصص الكيميائي هذا حطتني إياه نفس الجامعة ولكن لا أخفيكم أنا حبيت التخصص مرة يقول خلاص الآن بقي لي أربع سنوات وخلصوا الدراسة الآن قعد أبدأ بأول سنة وثاني سنة وثالث سنة ورابع سنة يقول أخوياي الثانين ما هم نفس تخصصي تخصصهم مختلف عني مئة وثمانين درجة يقول بدأ الترم الآن الثالث اللي هو في التخصص يعتبر الترم الأول يقول بدأ هذا الترم وكان أول ترم لي بتخصص الكيميائي وإذا تخرجت أطلع كيميائي رسميا يقول أنا حبيت المادة وتعلقت فيها صرت أحضر نفسي قبل ما أروح للجامعة أحضر وأشوف وش يبغى الدكتور يتكلم عنه وأجيه جاهز يقول الدكتور لاحظ أني أنا شخص متميز فيسأل بعض الأسئلة فأجاوب عليه ويروح للأشياء العملية يخلينا نطبق يحصلني أنا من الكويسين الموجودين وأفضل من عيال دولته كنت شخص مميز لأبعد درجة لا أخفيكم طبعا يقول نظام الجامعات في أمريكا في عندهم نادي مخصص لحقين التخصص نفسه النادي هذا يلعبون فيه تونس وطاولة وبرضو فيه معمل كذا صغير تقدر تجرب فيه تجارب الانت بغاها ولكن قبل ما تدخل لهذا النادي لازم تدخل الباسورد أو تطق البطاقة حقتك الجامعية يعني هذا يدل أن المكان مراقب بالتحركات نفسها يعني أنا إذا ضربت البطاقة يعني تارى محمد تدخل هذا المكان ضربت البطاقة وطلعت محمد طلع من هذا المكان في الوقت الفلاني هذا طبعا الكلام هذا اللي قاعد يقوله لكم كلام قديم ترى كان في عام ممكن الـ 2000-2001 نعم كان النظام هذا موجود عندهم يقول محمد صرت مميز بينهم وأدرس بشكل مكثف وقوي يقول في هذا النادي كانوا في ناس يتجمعون يقولوا الناس هذول اللي يتجمعون يسوون تجارب كذا وأنا أجي أكون مستحي شوي وأنا أظرهم من بعيد أنا أظرش يسوون وأشوفوا التجارب يقول لكن ذاك اليوم شدتني تجربة كانوا كذا سبعة قاعدين على طاولة ويتكلمون عن تجربة ويبغون يسوونها وما ضبطت معهم يقولوا جيت أنا ووضفت بعض المحاليل وبعض الأشياء إلا ويتفاعل المفعول يبغون أهم ثم بهروا مني أوه ماي جود شو السالفة هذا مرة قوي من ذا قالوا لأ قالوا لأ أنت أكيد أنك يعني على مشارف تخرج قال محمد لا أنا توني في الترم الأول من التخصص نصدمه يمدره عن شيء هذا طيب كيف وصلت مرحلة هذه قال أنا مطلع وأقرأ الجرائد وأتصفح وأبحث بالبحث عندي مرة عالية قالوا لأ طيب يا محمد نبغى نسوي تجربة أكبر من هذه ويتكلمون قدام محمد عن تجربة والتجربة هذه تحتاج بعض المواد اللي لازم توفرها الجامعة والمواد هذه ما توخذ إلا بترخيص من نفس الجامعة يقول محمد قلت لهم خلاص أوكي ما في مشكلة تبغوني أشارك معكم في هذا الشي ما عندي مشكلة نهائيا ولكن أبغاكم تروحوا نتكلمون الجامعة يوفروا لنا هذه المواد وأنا ما عندي مشكلة لتبغون أجيكم بكرة أطلع من الجامعة وأجيكم في النادي ونسوي التجربة هذه يقول لأ أخفيكم كانوا الأمريكان معجبين فيني بشكل كبير من أول ظهور لي قلت شخص مميز يقول درجة إذا صرت أمشي في الأسياب يقولوا لي يا العالم وأنا توني طالب في أول ترملي بعد مرور أسبوع أو أسبوعين إلا يجيني واحد عند الباب حق شقتي طاق 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 مين؟ معاك الأمن المخصص لحق النفس السكن كيف حالك محمد طيب؟ الحمد لله محمد وصلتك رسالة على البريد ياخذ قال لي هذي لي أو كذا اسمي شيك ويفتع الرسالة إلا حقيني النادي عازمينه يسوون زي الحفلة الصغيرة في النادي هذا ويبغون يسوون التجارب الميتفقين عليها يلا خلاص شكرا يعطيك العافية وقفى الباب يناظر إلى الموعد بعد يومين وبعد اليومين هذا يصادف أف عند محمد يقول محمد أنا لأخفيكم والله بدأ شوي يجيني يعني مو كبر ثقة بالنفس ودي أبهرهم بأشياء أكثر مما هم متوقعين كذا الآن موحدي بعد يومين ودي أجيب مادة زيادة معاي المادة هذه لو ضفتها راح تعطي تفاعل مرة رهيب تصدقون خلني أطلبها يقولوا أدخل على الموقع في الانترنت وعندهم التوصيل السريع يقولوا أطلب المادة واجيني البيت يقولوا خلال اليوم ما يتأخرون خلال اليوم وصلتني البيت يقولوا أخذ المادة مغلفة طبعا وأنتظر اليوم اللي أروح في الجامعة عشان أبهر الطلاب بالشي اللي راح يصير يقول لي خلاني أوصل مرحلة ذي أني أبغى أبهرهم لأنهم ينادوني بعض حياني العالم يالدكتور يقول فأحس بثقة ألمهم وجهز المادة هذه وأطلع لين النادي حقي وقابلهم أهلا محمد أهلا أهلا يقولوا أدخلوا مجهزين الأنب وبائت ومجهزين كل شي يقولتنهم خلوها بعد الحفلة يقولوا نخلص الحفلة البسيطة هذه يقولتنهم يلا اليوم أنا راح أسوي لكم شي يقولوا اتفقنا على الأشياء والتركيبات وأشغل النار وأشغل كل شي وأضبطوا تيك 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 وأركب كل شي يقول المهم جهزت كل شي مخصص أن التفاعل هذا يمشي حرفيا بالشكل المطلوب يقول عديتي حرفيا بالضبط يقولوا ضبط وينصدمون يقول يوم ضبط وينصدمون أنا لحين أبغى أصدمهم زيادة وأجيب المادة حقتي وأخذها وأصبها ويوم صبيتها زدت الكمية شوي يقول إلا المكان يولع نار والوضع تغير من فراح إلى خوف ياليتني ما زدت الكمية يقول يولع نار المكان بشكل كبير يقول موجدين خافوا مصدموا ميش سويت يا محمد ليه سويت كذا يقول لك الانفجار هذا ما كان انفجار يعني راح يخرب المكان يقول لك النار ولعت وسمت فوق بس في الجدار بعد انطفت لأنه في الأخير تفاعل كيميائي على حسب الكمية يعطيك النتيجة يقول قلت الحمد لله أنها عدت على سلام يقول ما عليش أعتذر إني زدت الكمية بس كنت أبغى يعني أوريكم أني يعني كويس ومدري إيش ولكن والله إني توترت قل علم ما عليه ما عليه وخلاص ومشوا الأمور ولكن ما مشت الأمور مثل ما إحنا نبغى يقول محمد بعد سبوعين أو ثالث سبيع جاني استدعاء من عميد الكلية حقته والاستدعاء هذا وترني قلت بس راح يتكلم عن الشيء اللي صار في النادي وأكيد إن في حد علمه يقول والله وظفه غراضي وكان ذاك اليوم يوم مربك شوي وروح العميد الجامعة وأدخل عليه مرحبا هلا وش عندك؟ قالنا أنت قبل فترة سويت نفس الخلطة الكيميائية والخلطة الكيميائية هذه سبب التفاعل القوي والتفاعل القوي هذا ممنوع استخدامه في الكلية هنا فهذا الشيء ممكن يخول إلى فصلك ولكن لو نعاد الموضوع مرة ثانية يا محمد ممكن تتعرض للفصل ممكن تدخل في مساءلات قانونية محمد أنا مشيت الأمور وسكت بسبب أنك متفوق ولكن ترى النظام نظام أتمنى أنك تحترم القواعد والأنظمة قال أنا والله ما عليش وإني أنا سويت هذا الشيء وأنا ما أدري وكنت يعني ما توقع أنه بيوصل لهذه المرحلة ولكنني آسف وإن شاء الله ما رح تنعاد مني نهائيا قال لمدير الجامعة خلاص أتشي لهم إن شاء الله أمورك تمام ولكن لو نعادت مرضاني محمد ثرى والله رح تتعرض الفصل قول عمحمد قلت أوكي مشت الأمور ولكن وش المشكلة؟ أني صرت أثير الانتباه حتى على عميد الجامعة درى أني كويس ودرى أني جايب الطعف شي ثاني هذا الشيء مو حلو يقول مم اعتذرت لو خد تغراضي ومشيت من عنده وقلت خلاص معد راح أسوي هذه التجارب حرفيا في نفس النادي هذا يقول طلعت روحت وقابلت سعود وعبد العزيز وقلت لهم السالف النصار كذا 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 وقالولي انتبه يا أخي فك نفسك خلصت راست ولا تحاول أنك تتذير الانتباه والأشياء هذي أن هذا الشيء ممكن بعدين يسبب لك مشكلة وممكن يدخلك في سين وجيم وفتك وانتعرف السوال في اللي تصير داخل أمريكا فكنا تكفى يا محمد تكفى فكنا قال محمد لا لا تشيلون هم أنا ماني جاي يسوي شي خطير أنا قاعد بس أوريهم وتران في الأخير طالب قال لا لا حاول أنك تمسك نفسك ولا تحاول تبع راحة يقول محمد أنا لاحظ لي ساكنين معنا غير سعود وعبد العزيز يقول فيه ثنين ساكنين معنا يقول لي ثنين هذوي عليهم تصرفات غريبة من التصرفات الغريبة أنهم مسلمين لا يصلون ولا يركعون ولا يأدون أي صلاة فرض حرفيا قد مرت علينا لا 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 ولا صلاة يقول شوي يعني ماش وضعهم يقول شفنا وضعهم كذا فإنا حاولنا أننا ما نحتك معهم نهائيا ولا نعطيهم وجه ونخليهم حرفيا نفس الحيطة ونفس الجدار في نفس المكان هذا ويقول ما نقدر ننصحه في المكان هذا لأنه يقدر يروح يبلغ علينا فخلينا على هواهم ودعينا لهم يقول ولكن أنا قاعدة تدور في راسي فكرة يا أخي لو نطلع الثنين هذولي وحط لي معمل صغير داخل الشقة ذي وصير أشتغل فيها وحط الكيميائيات لي أبغاها والله بتكون فكرة علوة ولكن ها لازم أضبطها كمعمل عشان لو صار حريق صار شيء أقدر أقفل على موضوع ولكن كيف نطلعهم وش نسوي معهم لازم ندور عليهم زلنا ونطلعهم طبعا محمد قاعد تراود هذه الفكرة في راسه طلعهم ما طلعهم وش أسوي أحط لي معمل ما حط لي معمل وصير أشتغل بيني وبين نفسي بدون ما أدخل أحد عشان ما ينتبهون لي ولا بغثير للانتباه برضو وأدخل في صين وجيم أقول خلهم وبشوف لي مكان خارجي أستعجره إن شاء الله أمورها زينة يقول محمد الصدق أحتاج للمادة شوي عشان أستعجر لي مكان وافتح لي معمل خاص فيني أنا هوايتي الكيمياء بشكل فضيع يقول الآن أنا توني مخلص السنة الأولى وماقي شوي وينتي الترم الأول من التخصص يقول صرت أبحث في أمريكا عن أشياء تجيب فلوس يقول صرت أبحث صرت أبحث ولقيت في ذيك الفترة شي يدخلنا دخل ما تجي يقول صرت أبحث على الموضوع وقت في الإنترنت وأسرش على الموضوع بشكل كبير يقول لين حصلت في أمريكا طيحين على شي اللي هو يتكلمون عن شيء اسمه التعدين وش تحتاج؟ تحتاج أجهزة كمبيوتر وتعدن عليها وتطلع لك فلوس أتوقع لو تبحثون على التعديم تعرفونا ولكن الآن أتوقع أنه ضعيف مرة ولكن أول ما طلعت أرى طلع في أمريكا يقول صرت أبحث أبحث وأنا أصلا تجيني فلوس من نفس الدولة حقتي يقول كانت أرباحة مرة قوية يقول يعني متخيل أنك تحط مثلا تدفع 100 ألف ريال في البزنس شهريا عادي يجيب لك 10 ألف ريال يعني شي قوي يقول في البداية بحثت عن شخص مختص في هذه الأمور يقول بحث بحث لين حصلت لواحد والواحد هذا من نفس الدولة اسمه جون قال لا يا أخي أنا أبغى أدخل في البزنس هذا وش تنصحني يقول الصدق أن الشخص هذا كان أمين قال لي أن الشغلة تحتاج كده وتحتاج كده وتحتاج تكييف وتبريد للأجهزة وأشياء كثيرة قال لا أنت الكهرب حق شقتكم على مين على المستاجر ولا على شسمه نفسه لرعي العمارة قال لا الكهرب على رعي العمارة مو علينا قال خلاص تمام نحتاج نجيب لك ثلاجة ونسحب الرطوبة منها وأشياء كثيرة ونحط لك فيها الأجهزة كم تبغى جهازه كم معاك الحين قال أنا ما معاي إلا 2000 دولار قال 2000 دولار ترى تمشي الوضع ولكن ترى بتبدأ على شيء بسيط قال ما عندك مشكلة يقول والله وصرت أشتغل على هذا الموضوع جاء جوزيف ذاك اليوم لبيتنا قلت لحط الثلاجة هذه جوة غرفتي لحد يعني يشوفها يقول ضبط لي ياه وضبط كل شيء ورتب لي كل شيء وكان حسابها طبعا يعني كل شيء بحسابها يقول ضبط لي كل شيء وعد لي كل شيء وقال لكل فترة جبت كرت حطها هنا جبت كرت شاشة حطها هنا جبت كرت شاشة تحطها هنا جبت كرت شاشة تحطها هنا والله خلاص تمام ويقولوا تسوي تحديث من نظام ولاحط طريقتها يقولوا صرت أشتغل على هذا البزنس وصرت أدفع شهرية على البزنس هذا 1200 دولار 1300 دولار يقولوا ولكن كان يجيب لي عائد بقى حطيت خطة أني بعد خمس أو ستة شهور راح أستأجر لي نفس المكان الصغير أحط فيه المختبر الكيميائي حقي يقول والله وصرت أشتغل على الشيء ذا أشتغل أشتغل حتى قلت ميد سعود وعبد العزيز الشيء هذا راح يعرضهم المساعدة القانونية فكانوا يعتقدون الشيء هذا يقولوا صرت أشتغل بالحالي وأجمع الفلوس وأجمع منه ومنه 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 يقول لين صار في يدي مبلغ أقدر أستأجر فيه وبرضو صارت تجيني فلوس من عملية التعدين هذه صرت ما أحتاج مكافأتي ليعطوني إياها الدولة يقولوا صرت أجمع فلوس أجمع وروحت استأجرت لي مكان صغير وضبطتها كمختبر وحطيت وسائل السلامة والطفايات وشريت الأنابيب والفرن وكل شيء يقولوا ضبطتها مختبر احترافي لأبعد درجة نفس المختبر اللي موجود في الجامعة يقولوا كلبني مبلغ كبير ولكن الله يخلي الأجهزة اللي عندي في البيت قاعدة تشتغل بدون ما أسوي أي شيء يقولوا صرت أطلع فلوس منها وأحط في المعمل وبرضو صرت أطلع فلوس لين شريت لي سيارة قديمة ما هي جديدة لا سيارة قديمة والسيارات عندنا في أمريكا كانت رخيصة 2000-2000 دولار-3000 دولار ماذا العدود؟ وشريت وخليتها عند الباب وخليتها بيني وبين أخوياي نروح ونيجي عليها يقول الآن في طالب طالبين معجبينني في الجامعة وكويسين كعقلية شخص كيميائي يقول ناديتهم وقلت لهم أني ترى أنا سويت لي مختبر في المكان الفلاني هذا إذا تبغون تجون حياكم والله يعني كلابد ما عندك مشكلة وصاروا يجوني داخل المعمل هذا المهم في يوم من الأيام محمد جوه الثنين هذولي مرحبا محمد كيف حالك طيب والله الحمد لله محمد لما إننا إحنا الآن فتحنا معمل ومعمل هذا خاص في عندنا تجارب نبغي نسويها داخل هذا المعمل والتجارب هذه تحتاج بعض المواد قال وشي المواد ويأخذها محمد يا خلاص أنا بشتري المواد هذه أمور رسالات شاء الله يقول محمد رحت المواقع على الإنترنت أطلب هذه المواد يقول ألاحظ بعد فترة اللي تجيني رسالة كده تنبيهات في نفس المتجر قال لي بأي حق تطلب هذه المواد هل أنت عندك معمل؟ هل أنت مختبر؟ هل 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 فهم محمد وأي قن المواد هذه ما تقدر تطلبها إلا لما تكون مختبر معتمد في بحث عن الطريقة اللي هو يوثق المختبر الخاص فيه يعتبوا شهر وشهرين طلبوا مننا طفايات حريق ووسائل سلامة وأشياء كثيرة عن مخصص المختبرات يقول بعدها طلعت هذه الرخصة يوم طلعت الرخصة دخلت الموقع وطلبت المواد من جديد بعد مرور شهرين أو ثلاثة شهور من السالفة هذه كلها وصلت المواد حقتي طبعا المواد مسجلة بالرخصة حقتي نفسها اللي موجودة في أمريكا وبكل شي يخصني جبت المواد وكلمت الثنين اللي كانوا معاي في الجامعة وجوني قلت لهم ها والشي التجربة اللي بغان نسويها قلوه جبت المادة قالي أنا جبتها قال كم الكمية اللي جبتها وأنا بيني وبينكم جايب كمية بسيطة ولا ما جبت كمية كبيرة قال إني جايب يعني كمية تكفينا فورت مياه قالوا اي ممتازة إن شاء الله تكفي يقول لفي واحد منهم قال ورح نستخدم الكمية هذه كلها رح نستخدم كذا شوي منها يعني 10% قلت لخلاص حوكي ما في مشكلة يقول أنا ما أدري شو بغان يسويه ناصم الضف ولكن أنا أحب العلم و أحب الأشياء هذه فقلت خلني يشوف ش عندهم والله يجوبون كذا الأنابيب هذي الصغار واللي تحطوا النار والأشياء ذي ويرتبونها ويسوون التجربة هذه وتنجح ولكن أنا أشوف التجربة هذه تجربة بسيطة يعني على المادة اللي طالبي إنه هو لازم ترخيص تجربة مرة عيدية يعني قل مهم يمر اليوم الأول اليوم الثاني والمعمل هذا طبعا يقدرون يدخلون للاثنين هذولي ويطلعون بأرياحية يعني لأني أنا ولا الصد كنت واثق فيهم صاروا يدخلون ويطلعون بأرياحية و أمورهم يعني مرة سهلة قلت ولكن قاعد ألاحظ أن المادة هذه كل بين فترة و فترة قاعدة تنقص والزين في الموضوع أن يوم جيت أطلع رخصة الأمان و الأشياء هذا عشان أطلع الرخصة كان من أحد طلباتهم أنك تحط كاميرات مراقبة داخل هذا المكان وأرجع للتسجيل ولاحظ في واحد من الاثنين اللي كان يجوني يجي يصب لم المادة هذه ويمشي فاستخربت قلت ليه طيب كان يجي يقول لي و أنا أعطيها هاي دي يقول وصرت أبحث وراه أبحث وراه صار الشخص هذي ياخذ من المادة هذه وروح يبيح على الناس وهو نفس الشخص اللي كان ناشب لي ويقول لي تكفى اشترنا المادة هذه صار يبيح على الناس صارت المادة هذه يستخدمونها كمواد مخدرة وأنا ما عندي علم عن الشي اللي قاعد يسوونا والمشكلة له فترة لحوالي خمسة وستة أيام يتقول لازم أكلمه واغبي المادة هذه عنه وروح واخذ المادة وحطها جوا درج وقفل عليها يقول بعد فترة معه صاروا يجوني ذا الثنين أدورهم أنتظرهم أنتظر أحد يدق علي يجيني ما حد يبغي يجيني يقول أنا صرت أمارس شغلي وبرضو فيه كذا حوالي غرفتين فاضية قلت ليه ما حطها سكى لي لو مثلا ما قدرت أطلع من المختبر بدري أنام هنا وأريح يعني بنفس الاسلوب هذا المهم يوم من الأيام بعد السالفة هذي ممكن بأسبوع ونصف وسبوعين أسبوع ونصف وسبوعين يطق علي باب المختبر طاق 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 شا السالفة وأفتح الباب إلا فيه شخص قدامي من الجهة أمنية يقول شفت البوليس هذي المكتوب بوليس قلت بس الأمور فيها شي مرحبا كيف حالك محمد اي نعم محمد محمد أنت قبل فترة طلبت مادة والمادة هذه تعتبر مادة خطيرة ما عليش نبغى نشوف المادة والكمية اللي موجودة عندك مرحباي نعم أنا طالب مادة وأنا طالب وأنا برضوها أدرس في الجامعة الفلانية هذه وأنا سوي اختبارات وسوي أشياء كان يسألني عن التصنيعات اللي موجودة عندك قلت ما أسوي شي أنا كلها تجارب اللي هنا قلت طيب أورني المادة واستخداماتك فيها وروح أسحب المادة وحصل المادة يجماعة الخير ناقصة يعني مو نفس الاستخدام العالي يقول واروح وادور المادة وطلع حاله ولاحظ أن المادة ناقص منها واجد في وقت وجيس هنا شك نفس الجهة الأمنية هذي شكت والرجالة هذي قال لي بشي استخدمت المادة هذي فيه قلت أشوف أنا بكون معاك صادق وصريح يعني المادة هذي استخدمتها استخدام بسيط ولكن بعضها تكبكب على الأرض تنكب على الأرض وما كنت يعني منتبه لها قال يعني أنت مفروض أنك تكون مهتم وزي كده والأمور هذي حساسة قال نكب على الأرض وقلت لما أدري ولكن سهوة مني نكبت على الأرض قال لي خلاص زين يقولوا طلع من عندي يقولوا بعد ساعتين إلا أشوفوا الباب حق المختبر يندف يندف يقولوا أنا أول ما شو تكيك شسالفة وارفع يدي ويأخذوني ويكلب جوني يقوم كلب شوني ويجيني خوف غير طبيعي اشتأنا يا ولد سويت وش أنا قايل وش صاير وش تليجاني الله يبلشهم يقول ويأخذوني ويدخلوني ويدوني لين القسم وأنا كده قاعد في القسم اللي يفتحون عيوني قدامي ضابط شرطة أمحمد يطق على الطاولة يقول موجز كلامه اللي كان يتكلم معي فيه محمد اعترف قلت لها أعترف على إيش بالضبط يعني صدق ولا جاف بالي الموضوع اللي هدخل في الشخص اللي زارني إلا بنسبة 20% لأنها ما أدوق تنعب كلامي كان وجه هادي يعني هو يكلمني محمد اعترف أنت الآن معتقلينك بسبب حوزتك على مادة يقول المادة هذه غير مصرحة إلا الأماكن المصرحة تطيب أنا عندي معمل مصرحة شفيك ولكن استخداماتك كانت للمادة عالية المادة ناقصة ما يقارب أربعة لتر وين استخدمتها؟ يقول قلت لها نفس الكلام اللي قلتها للشخصة ذا قلت بثبت كلامي مرة واحدة وهي قلت لها نفس الكلام يقول قلت لها إن الله يسلم كل مادة انكبت على الأرض يعني انكبت على الأرض طيب زي الآن راح يطلعون فريق الأدلة الجنائية راح يبحثون في المعمل حقك والأرضية اللي انكبت فيها هذه المادة مع العلم أن هذه المادة لو انكبت على الأرض طرعيدي تقعد يعني شهر شهرين ويحصلون النتائجها فيها قلت أنا يا ليل البلشة قلت خلاص أوكي ما بغير كلامك قلت يمكن يعصدون شيء منك بخاص روح وروح روح ابحثوا وإن شاء الله عاد خير يعني روح يقول هنا أنا إقنت أني أنا كلت تراب لا لا رسميا أنا كلت تراب يقول راحوا وبحثوا وبحثوا وقالوا النتائج راح تطلع بعد 8 ساعات من الآن وانت راح تكون موجود هنا ما راح نخليك يقول مرة 8 ساعات اللي يجوني قالولي كلامك غير صحيح ما في مادة مكبوبة على الأرض اعترف يا محمد يقول محمد أنا يوم قالولي اعترف يقول ذكرت أشياء كانت تصير في الأفلام الأمريكية يقول ذا شفت واحد قاعدين يستجوبونه ما أتكلم أبد يثلهم ما راح أتكلم إلا لما يتجبون محامي كلام والله ما أنطق بحر يتجبون محامي الآن ولا والله ما أنطق بحر نهائيا يبونوا ولا بكيفكم يقول وقعد ساكت وقعدين يضغطون علي يضغطون علي يضغطون علي يتلهم ما راح أتكلم إلا لما تجيبون محامي لأن الآن ما نقدرنا هنا يعني نجيب لكم محامي الآن هذا الحد الآن تحقيق عادي فاك يتبه محامي خاص نحولك على المحكمة يقولون مقالاني يحولوه على المحكمة قلت خلاص أوكيح حول ما عندي مشكلة يقول فيه عندنا في الولاية نفسها فيه محكمة قريبة عندنا يقول يحولوني على هذه المحكمة يقولوا خلاص الآن راح نطلق صراحك وإذا جدتك جلستك الإحكامية هذه لأنه ما في شيء مثبت عليه ترى حد الآن إذا جدت جلستك تعال الله يسلمك للجلسة هذه نفسها يتلهم خلاص تماما يقولوا اطلقون صراحي وأطلع مباشرة للجامعة وأكلم العميد حق الجامعة قلت أني صار كذا 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 وإني بأتأخر وإني فيه تحقيقات قال الله يعني زي الله يكون في عونك رحب بس وجاء في رأسي مباشرة لهو عباس عباس الله يسعدك أنا طيحت مشكلة الآن وقعت أشرح المشكلة من A إلى Z شرحت لشرح مفصل قال لي لا تتكلم حبيبي أنا راح أجيك الآن ومع المحامي ونطلع عنه إياك للمحكمة وموضوعك إن شاء الله محلول وقال لي يا عباس قال مني استخدم المادة قلت استخدم المادة كانوا فيه اثنين طالبين معاي قال اسمعني الدولة عندهم عندهم نظام شوي وصخ إذا أنت ابن البلد ترى ما راح يقولون شيء ولكن لازم نثبت فلكن لا تستغرب إذا ما سووا لهم شيء تمام قال أنا عام شيء رجال أذك من الموضوع ذات أكفر قال خلاص تمام يقول جلست المحكمة حقتي أو المحكمية هذه ورحت للمحكمة وادخل على القاضي وقام القاضي يسعل أسئلتها وش السالف وش صاير والمحامي قاعد يتكلم قال وش اللي يثبت قال عندي إنها شرطة فيديو وهم فيه اثنين من نفس الولاية اللي احنا ساكين فيها وهم امريكان برضو تخدموا هذه المادة بدون علم مالكها وراح تشوفون كاميرات التسجيل تثبت كاميرات التسجيل إن هذول اللي يدخلوا أو الشخص اللي يدخل كان شخص متخفي وجاي آخر الليل وبدون علمه بتشوفونه من تحركات راح تعرفون إنه شخص مختلس لهذا الأشياء وخلاص وعرض لهم التسجيل نعم نعم يوم عرضوا التسجيل صار الشخص هذا اللي داخل داخل بخلصة وبدون ما حد يدري وكان ياخذ من هذه المادة هنا أطلق صراح محمد إنه ما عليه شيء ولكن تراك تحت الملاحبة يعني أي شيء راح يصير لك راح نتلق تل يقول محمد أنا من يوم ما شفت المواضيع زي كذا حلفت إنه ما أدخل أحد معاي نهائية وعرفت إنه سلوبهم وصخ وإن هذولي لا مو 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 كويسين مرة خلاص راح أشتغل سولو معا راح أدخل أحد معاي وصرت والله يا الرابع أشتغل في معملي الحالي وأطور فيه بعض الأحيان وأحسن بعض الأشياء وأجيب الأدوات المهم يقول استمرت الأيام وفي يوم من الأيام صرنا في إجازة وأنا مخلص سنتين داخل هذه الجامعة وقلت وشو؟ بمعنى عندي إجازة مدتها ما يقارب شهر ويمكن كذا حوالي ثمانة أيام أبطلع عند أهلي أقعد عندهم وأشوفهم وش بفضوعة من زمان عنهم مش تأقلهم وروح أكلم أخوياي وقلت لهم هاش راكم نطلع لبلدنا نفسها ونقابل أهلنا ونرجع يا لولي خلاص تم ما عندك مشكلة يقولوا نحجز تذاكر ونضبط كل شيء وامورنا كلها زينا يقولوا طرنا ودخلنا على بلدنا وروحنا وقعدنا عند أهل يقول والله هل يسألوني ها كيف الدراسة وكيف الأمور طبعا ما قلت لهم المشاكل اللي تصير هناك عشان ما يشيلون هم فقلت الحمد لله الأمور زينا لا إن شاء الله أمن وأمان والأمور زينا الحمد لله بس الحمد لله الله يسترنا يا رب المهم خلصت الإجازة هذه ومرت ما يقارب ممكن أربع أسابيع كذا وجاء وقت الرجعة وبرضو نرجع جمعات الخير لنفس مكاننا ولكن في لحظة استلامنا من المطار وبناخذ شنطتنا وبناخذ أغراضنا اللي يوقفنا واحد من حقي المطار قال لي محمد قال لي نعم محمد قال لي تعالى ويأخذني كذا ويدخلني غرفة التحقيق وقال ما يدخوا ياهي خلاص مشوا خلوه شه السلفة وش صاير خلوه خلوه موضوع عندنا هذا خلوه أظرهم ينتظروني لين أدخل للولايات من جديد فيه سلفة صايرة وذكرت كلمة عباس قال لي انتبه ترى عليهم حركات ويمو كويسة يقولوا يقعدون يستجوبوني استجوبات غريبة وقعدين يلمحون الشيء أنا ما أدري وشهوا قعدين يرمون الشيء بعيد واللي فهمت من السوال في هذه ان المادة القديمة اللي كانت عندي كثر بيعها في نفس المكان اللي موجود أنا فيه فيعتقدون اني أنا اللي كنت موجود ومعطي هذه المواد للناس وخليهم يقعدين يتاجرون فيها وقلت لهم أنا ما لي دخل طيب ش السال قال كيف ما لك دخل انت أصلا قبل يمكن ثلاثة أيام أو أربع أيام طالب كمية كبيرة أنا طالب كمية كبيرة شلون؟ الله أني ما طالبت أنا أصلا ما كنت موجود في نفس المكان وأنا كنت مسافر عندي أهلي قال لاتقعدين تلفوا الدور أنت طالب كمية كبيرة وإلا الطلب هذا جاي على سجلك وجاي على حسابك شلون؟ نعم جاي على حسابك يقول وقعدا تذكر واسترجع الذاكرة وأشوف أنا صدق طالب من لي طالب؟ من لي دخل حسابي؟ من لي استخدم جهازي؟ الموضوع فيه مشكلة ولكن من لي طيّعني في هذه المشكلة ما أدري موالديك أنا شرطة المطار ما سكيني تعالي الحين ويطلع لي عباس ماشي ألف ويجيني لين المطار مرحبا وش صاير؟ وقول له السالفة قدر أنه صار كذا ويقولوني طالب قال تعال انه نفاتيح المعمل مغيرها؟ قال لا لا قال لي يا حبيبي أجل اثنين أخوياك الأمريكان هذول يوهقوك يا رب قال الكاميرات قاعدة تسجل عشان نقدر نثبت تهمتهم قال لي عباس عطني مفتاح لنفس المقر هذا قال انت رح يسلمونك أكيد فخلك في التوقيف حقهم يوم يومين ثلاثة أيام وأنا ببحث لك على الموضوع عباس هذا الصدق أنه ولد أجاويل ولد محترم مرة 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 وخدوم ودمه شوي عربي يعني يشوفه قاعد يخدم الشخص هذا بدون أي شيء سبحان الله ترى صدق في الدنيا ذي والله يا في ناس خدومة وتخدمك ما تبي منك منه ولا تبي منك شيء المهم طلع عباس من المكان ذوء ويطير للمقر ويروح عباس ويبحث في المقر وصدق حصل مادة مفقودة ودخل على الجهاز حق محمد ويحصل صدق أنه طالب كمية كبيرة توصل ممكن إلى 30-40 لتر ومطلوبة بشكل مفصل يطلب خمسة اليوم بعد يومين خمسة بعد يومين خمسة بعد يومين خمسة والمادة هذه مادة تصنيفها رحيان يطلع مخدر يعني يخلطونه مع شيء فاندري ويصير مخدر ومن بعد يومين كذا رجع عباس المحمد وقال للسالف قال لي والله مطلوبة كمية كبيرة ومن حسابك مدري إيش قال أكيد أن أخوياك الثنين هذوليك قال طيب تسجيلات الكاميرا قال بحث في تسجيلات الكاميرا ولكن ما حصلت شيء كانت الكاميرات ما تسجل نهائيا صادق إيه والله والله أنا جاني يخوف غير طبيعي صرت أتذكر الأفلام اللي يقولونها أنك يذروا احتناك يصورون يدورون عليك الزلة ويحاربونك المهم يبغون يوهقونك باللهيفة المهم وعلى نفس الحالة هذي يمرون علي كل يوم يا ابن الحلال أعترف يا ابن الحلال أعترف وأنا ما سويت شيء أقول لهم يا أخي ما سويت شيء ما سويت شيء ما سويت شيء ما سويت شيء طرح نحيلك على السجن لازم تعترف يا أخي والله يا العظيم أني ما سويت شيء وأقعد أقول لهم يعني يقول صاروا يعملوني بطريقة وصخة شوي ما عاد صاروا يحطوا لي أكل ما عاد صاروا يجيبوا لي موية شوي كذا قاعدين يعذبوني عشان انا اتكلم ولكن والله اني صامل ما اتكلم لو يصير اللي يصير لاني في الصدق ما سويت شي انا واسكت واخليها على عماها واصير ادعي رب يا رب يا رب اللعني من ذالموقف يا رب يقول ان عاد علي شريط حياتي كله كله حرفيا واذكر ابوي لا تروح مدري ايش وخوفه وقلقه واذكر عمي يوم يفزع لي صار يجي لي الرهب يعني قلت يا الله شكل ابوي كان داري عن هذا الشي يقول ذاتي توتر الموضوع غريب علي برضه يقول بعد مرور ممكن اسبوعين وانا موجود في السجن الا يجي اتصال نفس القسم اللي انا موجود فيه لنفس التوقيف وناده محمد قالوا محمد انت عندك اتصال تعال تكلم اللي يكلم قالوا من معي قال انا عباس قال شي السالف عباس شي صاير مرة الان اسبوعين وشي الخطأ قال لعباس اسمعوا الله يا محمد انه وصلنا المرحلة شوي صعبة ولكن ترى راح يودونك للسجن ولكن لا تخاف لا تحسبن طول العمر الموضوع لا فترة بس بسيطة لنا حاول اثبت برائتك وان شاء الله انك تطلع فيه اسرع وقت لو هلاد وش صاير وش حاصل لا تشيلهم وان شاء الله ان الموضوع ما ياخذ اكثر من شهر يقول محمد اول ما سمعت الخبر هذا والله ما كنتم صدق اني في يوم من الايام اوصل لهذه المرحلة واروح للسجن العام يعني اذا قلت سجن عام معناه انك راح تختفي حربيا على الانظار وراح تدخل مع مجرمين مختلفين ممكن انا مثلا قضيتي شي وحصل واحد قضيته مثلا شي كبير مرة حرام اني اكون بينهم وزيادة على كذا ما بقالي الا سنة واحدة واتخرج ولكن ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا وانا مجمعات الخير وفي الصبح اللي يصحوني وقالولي خلاص راح تكون في السجن لين استدعيك بعدين واخذ بعض الاغراض البسيطة حقتي واركب معهم في الباص يودوني لين السجن ولكن وانا في طريق السجن قاعد افكر اقول الان امي وابوي ما يدرون هل اقول لهم ولا ما اقول لهم ولا اسكت هذه الفترة بانهم يعتقدون اني انا موجود في امريكا ومشي الامور كأن ما في شي لينا خلص من هذه الاشياء اللي انا فيها يقولوا التفكير ياخذني رايح جاي والله وادخل السجن ولا اخفيكم حصلت اشكال وجيه من الاجرام بشكل فضيع السجن كان دخولي له مخيف لابعد درجة ولكن كنت حاط في راسي اني انا بري ولا رح يصير لي اي شي يقولوا انتظرت الاسبوع الاول الاسبوع الثاني يقول على الشهر الثالث اللي جتني زيارة للسجن اللي جاني اللي هم عباس واخوياي اثنين وش السالفة وش صاير وش فيك كان لهم ان شاء الله الامور زينا وموضوع كله عند عباس كان عباس اسمعني انا وقفت امور الجامعة وقلت لهم ان محمد دخل التوقيف وان شاء الله فترة وبيطلع ولا تطون قيدة خلوه كنا قاعد يدرس ولكن الان وش الطريقة وش راح اسوي متى اطلع والله اني طفشت ودي ارجع لحياتي الطبيعية وبغاكم برضه يتمون في المعمل حقي وتشوفون وش وضعه ولا تشيل همص ان شاء الله انك ما راح تطول يقول تستمر ايامي في السجن وقعدت يجمعت خير داخل السجن هذا مدة ست شهور فجأة اللي يجيني الضابط حق السجن وهذا الضابط هو حق البشارات ايه تركب تطلع اليوم انت ترى خلاص انت هم وضوعك ان شاء الله امورك زينا جاء كان ينادي باسمي محمد ومحمد ومحمد قلت لانا موجود قال لي تعال وانا جاي قال خلاص ترى خلاص خاء اخر ايامك راح تطلع الامر السجن ان شاء الله امورك زينا يقول واضف اغراضي وارتب كل شي وصد جاء الباب اللي يفتح فيه باب الحرية ان شاء الله اني ما ارا فيكم مكروه ولا تدخلون هذه الاماكن طول حياتكم يقول وافتح الباب واناظر الحرية وانا مرتاح وقدامي اخوياي وعباس يقول قلت لهم وش يسالف وش صار الموضوع قال العباس الموضوع بما فيه اكتشفوا في الجامعة في ناس يبعون هذه المواد اللي كانت عندكم اطلوبة باسمك جام عميد الكلية فشهد معك قال ان محمد ما لا دخل فاتوقع ان الطلاب اللي عندنا موهقين محمد ومدخلين في هذه المشكلة يقول وفشهدته هذه فادت في الافادة لانه له منصب في الجامعة ولكن قال لنا انه يبغى منك شغلة بسيطة فالان نبغى نخلص الامور ونرجعك البيتك تريح وبعدها باخذك اوديك للعميد حق الجامعة حقتهم لانه هو يبغى يتواصل معك يقول محمد انا قتعاس الخير وان شاء الله الامور تمام ورجعوني البيت يا جماعة الخير وريحت شوي وبعدها طلعت العميد الكلية اشوف الشبغة ورحت لا اهل انهلا والله كيف حالك طيب الحمد لله يا اسمع يا محمد انا رح اعرض عليك عرض قوي مرة والعرض هذا بيكون مناسب لك انت محمد شخص متميز في الكيمياء واحنا بلدنا تحتاج الناس لمثلك عشان كذا انا ابديت بشهادة انك انت خالي من صوابق وانه امورك مرة زينا عشان كذا يا محمد انا اعرض عليك انك انت تاخذ الجنسية الامريكية ولكن تتخلى عن الجنسية الاولى الخاصة فيك وتشتغل معنا ويعلمك هذا تفيد فيه ولايتنا نفسها محمد الحين ما يدري اشي يسوي هل يوافق ولا ما يوافق ولا اشي الخطة وقلت له خلاص زين ان شاء الله راح علم يقول قدت غراضي مشيت من عنده وخليتها وقعدت افكر في الموضوع وقلت خلاص بس تخير واشوف الموضوع ذا ان شاء الله يقول بعد مرور ممكن ثلاث ايام مرتحت والله للموضوع قدت له لا والله انا بغى اكمل دراستي وارجع للبلدي لاني انا واعد امي وابوي اني اجيب لهم شهادة وارفع راسهم فيها قال له خلاص بكيفك اللي ريح يقول ولكن مرتحت الوجه نهائيا وكان حس محمد في محلة صدق ملامح وجهه كانت تخوف يا شيخ تدري ان وراه بلأ كنا يقول اه ما تبيه اوكي اوكي لا لا عايدة 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 مرة لاتشلام خلاص اجل ادفنا لك التوفيق يلا مع السلامة المهم يقول محمد طالعت من مكتب العميد هذا واروح لشقتي واريح فيها اللي يكلموني سعود وعبدالعزيز بتطلع معنا بتروح وقتلهم والله ما اقدر تعبان ما اقدر اطلع متكسر حرفيا خلاص انتوا اطلعوا وغيروا جو واذا خلصتوا حالولي انا في البيت المهم رجعت للشقة وريحت وكنت منسدع عالكنب وقلت خلني اخذ لي قيلولة كذا بسيطة انشط فيها حرفيا جسمي وبعد ما اصحى اروح لسوبر ماركت اتقذالي كذا حرفيا شغله عشان ودي اطبخ اليوم وغير جو وانسدع عالكنب يا جمعات الخير وريح ابو يمكن ثلاث ساعات اربع ساعات ولكن وانا طالع من نفس المكان اللي انا ساكن فيه بيرجال واقف عند الباب استغربت انا قلت هذا الشي بغى اول ما شافني كذا نفسي يتحرك واستحى كذا وحرك من عند الباب قلوا وركب فيه سيارة سودا انا في البداية ما انتبهت ولا عطيت اي هم واطلع مباشرة للسوبر ماركت واشتري لي اغراض وانا طالع من السوبر ماركت نفس الرجال هذا واقف عند الباب والاحكني شوي بعيد يعني كأنه قاعد يراقبني انا قلت في البداية شكل موضوع يعني فيه صدفة والنجاة هنا يا محمد لا تقعد تتخيل خلاص مش الامور وقلت ممكن بعد التحقيقات والسجن اللي انسجنته والغثى هذا كله صرته وسوس شوي واشك في كل شي قدامي يقولوا المهم ولبك سيارتي عند البيت وحطة اغراضي جوة الثلاجة واقفل الباب يقولوا انسا دعت على الكنب وشغلت التلفزيون وجهزت لي كوب القهوة يقول فجأة لا اسمع اخارفاش عند الباب كذا ما شوه ما يجب فيه عند الباب فيه مفتاعي قاعد يدخل قاعد اسم بعد دك جك 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 seríaうولد اعوثي بالله واشاير ؟ والباب جك 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 بشكل اقوى يا ولد escapes الاشحاصل قمت كده مفزوع وناظر إلا فيه واحد قاعد يحاول يفتح الباب يقول أول ما شفت الموضوع كده يقول كان فيه عصة حقه تمكنس أخذتها وكانت العصة شوي متينة يعني لو أضرب فيها بتكون قوية وتوجع يقول الباب بدال ما يقول شك 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 إلا واحد يرفس الباب تدوف وبيبان هناك خشب ويفتح الباب بقوة اللي يدخل علي الرجال اللي كان يراقبني برا وكانت في يده سكينة أول ما شفت السكينة بدأ يشتغل حرفيا العقل بالحركة البطيئة وصرت أحسني سلو موشن قاعد أتحرك البطء طبعا هذا كله من الخوف وناظر فيه أنا عرفت أنه مناويني يبغي يطعني ولكن مخي الآن معي العصة وقاعد أناظر فيه وقاعد أهوش له بالعصة يقول يقرب لمي وكون جسمه طويل يقول طوله كده في المتر وتسعين متر واحد تسعين أنا شخص متعافي مرة وناظر فيه ويناظر فيني يقول وأحاول أطقه بالعصة يوخر كل ما طقيته يوخر يوخر يمين يصار يوخر يقول العصة كانت طويلة وحاميتني أنه ما يقدر يوصلي ومع هذا كله قاعد أفر أبغى أطلع من عند الباب واخذ واخذ نفسي كده وميل وميل وكأنه فهم خطتي يتقول يا طاق يا مطقوب الموضوع وصل عني هاية يا أني أطقة يا أنه يطعني ويذبحني يقول وحاول أهوش لهوش 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 له بالعصة يقول لفجأة يمسك العصة كده ويسحب أم العصة أول ما سحب العصة أنا والله نستسلم قلت بس الموت لا محالة طبعا أنا شوي متعافي أوكي هو طويل ومتعافي بس حتى أنا متعافي ويوم جا كده بيطعني خلاص وأمسك يده ويلف في يلف في يجمعة الخير ويطعن فخذي اليمين وقعد أزعق في نص السكن قل للناس وأسمع ناس تطلع وتتحرك برش السالفة وياخذ نفسه وينحاش من المكان اللي أنا ساكن فيه الزين في المكان اللي أنا ساكن فيه أول شيء على شارع عام هذا الشيء الأول شيء ثاني حولي عماير سكنية العماير السكنية هذه مو عماير مخصصة للطلاب لا عماير مخصصة لأهل المدينة فعلا لو صرقت يحسبوني من أهل المدينة المهم إلا يجتمعون علي ثلاثة أشخاص ويدقون على الإسعاف ويأخذني ويديني المستشفى يقولوا طعا أنتها كانت على جنب مو في نص الفخد لا على جنب الفخد كانت شوي خفيفة والحمد لله أنها كانت على جنب المهم وانا في المستشفى إلا شوي يجيني سعود وعبد العزيز السلامات ويش صاير يا ولد هيب عمد وش فيك قلت لهم السالف أن في واحد دخل وحاول أنه يطعني حاول تقاومه وكانت معي العصة وسحب العصة وشوي اللي يطعني بفخدي لها إن شاء الله الأمور زينة والله يسهلها يا رب المهم طلعت المستشفى ورجعت ريحت وباقي لي ما يقارب نصف ترم عشان أخذ وثيقة التخرج طبعا نظام الجامعات بالساعات مثل ما أنتم معارفين يعني فقعد أخلصها حبة حبة مع العلم أني متأخر شوي ولكن في أشياء قفلتها عن طرق أني أخذ شهادات احترافية وأسلمها للجامعة والجامعة تحذف لي بعض المواد علمهم باقي على تخرجي ترم واحد سعود وعبد العزيز خلاص خلصت دراستهم وبيرجعون باقي لي أنا ترم لأني قبل دخلت التوقيع فتبهذل تلمهم باقي لي ترم عبد العزيز وسعود ضفوا وغراضهم وصرت أنا عايش في السكن الحالي وبرضه في المختبر بعض الحيان أروح الحالي ويأتي قبل تسليم الوثيقة بشهر ثلاثة سابيع بشهر ثلاثة سابيع وما أحد عندي لا عبد العزيز ولا سعود وهم من زمان رايحين يقولوا كنت في نفس السكن وقاعد إلا ونفس الحالة الأولى اللي صارت قبل شاو واحد رفس الباب ومعاه اثنين شو السالفة واش صارقت هذولي ما تقصديني وبديت أعرف الموضوع وش يبغون مني يقول لا يدخلون علي ويمسكوني ويطقوني طقوني طقوني لين حرفية ما عد قدرت أتحرك يقول فجأة كذا اللي أنا أضرب طرف عيني اليمين إلا في واحد معاه إبرة يبغون يدقون الإبرة هذي فيني وحاول أقاوم وحاول أقاوم أنا أعرفت إن الإبرة هذي إبرة خطيرة حاولت أقاومهم ما قدرت ويجي واحد ويدخل الإبرة فيني ويضربها أول ما ضربها قعدت أبو ثلاث أربع دقائق شوي دخت ما عدريت وين أنا فيه وصرت أشوف الدنيا الدور وصرت أشوفهم يضحكون علي فجأة صرت ما أعرف وين مكاني شو السالفة وش صاير وش حصلي يقول ألمهم أفقد الوعي أبو يمكن ثلاث أربع دقائق وعود أصحى من جديد ومخي ما هو قاعد يركز ماني قاعد أعطي فوكس للشي اللي قاعد يصير لي يقول لأناظر هذولي اطلعوا من البيت بعد ما خلصوا الإبرة ذي اطلعوا من البيت وخلوني يقول محمد والله إني خفت رحت وقفلت الباب وارتحت وأقعد أحاول أركز ماني قادر أركز وحس يجيني خمول على دخات وأشياء غريبة يقولوا صرت أوسوس على كل شي موجود قدامي وحسيت أني مريضة شوي ولكن كل ما مرت ساعات شوي أحس أن حالتي تتحسن شوي يقولوا ريحت اليوم الأول اليوم الثاني برضو ما رحت للجامعة اليوم الثالث رحت للجامعة يقول أنا رحت للجامعة ولكن أحس عقلي مو معاي أبغى أركز في الشي اللي قاعد أدرسه ماني قادر أحس أني مشتت أحس عقلي فيه شي يقولوا لكن طاقة الجسدية ممتازة ممتازة مرة ممتازة ولكن أحس عقلي مسحوب سحب غير طبيعي قلت لازم أروح المستشفى وأعرف وشي اللي صار فيني بالضبط يقول فيه كذا نفس المستوصف نفس الجامعة كذا عندنا على جم يقول بأحيان حقيقي أن الطلاب الطب يطبقون فيه يقولوا أروح أفحص عندهم وأنا قاعد أفحص اللي قاعد يطبق هذا كان شخص عربي ويناظر كذا اسمي محمد كيف حالك طيب الحمد لله طيب محمد وش مشكلتك يا محمد والله أنا مشكلتي كذا 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 يا طيب اسمي محمد وش تعاني فيه وش خد تأخذ فترة وش الأدوية اللي قاعد تستخدمها آخر فترة والله ما أستخدم أدوية ولكن بما أنك شخص عربي بأقول لك وش صار خلني بأقول لك فقبل فترة ادخلوا عليه ناس ومسكوني وطقوني بعدين حطوا فيني إبرة في جسمي أفا شو السالفة حطوا إبرة في جسمك دقيقة يا محمد إن شاء الله إن حالتك هذي بسيطة ولا تشلهم ولكن وش اللبرة ذي خلني بحللك يقول ياخذ كذا الرجال داوي يحللني وبعد يمكن خمسة عشر دقيقة كذا عشرين دقيقة يجيني قال اسمي يا محمد ما عليش أنا قاعد نظر التحليل في يدي الحليلة هذي يا محمد مم مصبوطة ليه وش صاير وش حاصل قال اسمع اللي جوك هذولي في البيت رأعلمه وش قصتهم ولكن خذ رقمي وبينه بإذن الله لقاء في آخر الليل أبغاك تكون لحالك وبجيك بيتك لا تتحرك ولا تطلع جيت له خلاص تمام ومعقلي أنا ما هو قاعد يجمع ما هو قاعد يجمع نهائيا أبغى ركز أحسني كذا ما أنا قاعد أركز وأي وعد أحسه قاعد يناظرني حسني شي غريب يقول أرجع للشقة وأنتظر لين جاني هذا الشخص اللي كان موجود في المستشفى طاق 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 مرحبا محمد كيف حالك ويقول ضبط لنا هو ودخل مطبخ وضبط لنا شاهي وقاعد مرحبا كيف حالك محمد طيب محمد ترك قاعد تسوي حركات أنت ما تدري عنها وش الحركات قال حبيبي أنت قاعد تهلوس ترى أنت دخلت مرحلة الهلوس وصرت تصالف مع نفسك فأنا شفتك وأنت قاعد في الانتظار قال أنا قاعد أهلوس قال لي أنا قاعد تهلوس فيك شيء قال اسمعني يا محمد أعرف الحركات هذه اللي تدور في الجامعة محمد شكلك إنسان ذكي في الجامعة مستحيل حركات هذه ما صارت إلا مع اثنين ثلاثة ولكن تبين صيحتي يا محمد خلني بأقول لك شيء أنا قبل ما أجي هنا عندك والله سألت عنك قالوا لي إن محمد شخص ممتاز وكويس وذكي والذكاء اللي فيه مو معدل طبيعي لا فوق المعدل الطبيعي محمد اللي هنا ترى لا تحسب إنهم يحبونك لا لا وين ذول يحسدونك حسد مو طبيعي موضوع ما فيه شهادتك ترى ما رح تأخذها أنا أقول لك من الحين وشلون؟ نعم شهادتك ما رح تأخذها نهائيا ليه طيب أنا بتخرج قال لهم جو عرضوا عليك الجنسية وقالوا إنه بغاك تشتغل معنا وإنه بغاك تكون معنا صح ولا لا؟ قال ليه يقول ترى هذا كله من راس الله يسلمك عميد الجامعة أوه الحيوان أوه الكلب ذا هذا خرب ناس واجه قال هنا لا تحاول تسوي نفسك ذكي خلك غبي بس ومشه مورك يا طيب شو الطريقة وشو الحل؟ أنا لأعلمك الحل الحل اللي يسلمك تخلص دراستك الحين على خير وإذا جاء وقت الشهادة سأكلم لك ناس قبل استلام الشهادة بثلاث أيام والناس هذول ترى بيأخذون منك 5000 دولار 6000 دولار ولكن سيجلبون شهادتك غصب من الجامعة لأنهم والله ما رح يسلمونها لك لو تموت ما رح يسلمونها لك ولكن إذا جاءوا لك شهادتك ما ينفع ما ينفع ركز معاي ما ينفع إنك تروع عن طريق المطار وترجع دولك شلون؟ أرجع لرجولي ولا شلون؟ قل لي قال لا لا في طريقة هنا يسوونها ونوادر اللي يسوونها طريقة هذي خطرة وللناس المتفوقين دائما قال وش الطريقة؟ عسى ماشر قال الطريقة أول ما تستلم شهادتك أبغاك تختلق مضاربة لازم تسوي مشكلة لازم قال طيب أخف شرطة تيجي تشيلني قال لا لا ما عليك العين بعلم يقول روح تدخل حي قديم ولحياة هذي فيها ناس عنصريين تطاق معهم وولما تطاق معهم اتصل على سفارتك وقل أنا طايحة في مشكلة في شخص تطقيت معاه وفقد الوعي ما أدري هو مات حي أو لا قال محمد طيب أمثل إنه صدق إني أنا تطقيت وأنا ما تطقيت قال لا بدل يتيبي قال مهم يقول محمد وأكلم هذول المجموعة اللي يجبون الشهادة لي من الجامعة تفقت معهم ضبطت غراضي وكل شي ودفعت لهم الفلوس قالوا لي قبل استلام الشهايد ثلاث أيام إيه نعم ثلاث أيام إلا شهاداتك عندك لاتشيلام قلت له ما بدتم صدق يا ربي قبل استلام الشهايد وبثلاث أيام إلا هم جايبين اللي شهادتي مختمة وباسمي وحقيقية وأطلع مباشرة للحي هذا اللي قال لي ياه وأتصل على طول على السفارة السلام عليكم عليكم السلام أنا واحد من عندكم وابن البلد اتطقيت معه واحد ونغم عليه وما يدري اللي هو حسنها ميتة وحي وينك وين ميكانك اي واحد تدلم المكان اللي أنا عايش فيه الآن راح تجيك سيارة وابغاك تركب معها قد باس تم وتيجي يصدق سيارة بعد 10-15 دقيقة وأركب معهم قال الآن راح نطلعك من هنا للمكسيك شو سهل في المكسيك وش لون الخطة دي يا لو يقال ما عليك راح نطلعك المكسيك و هناك في عصابة راح تطلعك لدولة أهم شي لا تمسكك الشرطة لو مسكتك راح تنسي جنينة ولا راح تطلع نهائيا ويقول إلا بعد ممكن 3-4 ساعات إلا إحنا في المكسيك طاق طاق مكلمين لنا ناس مضبطين الوضع مضبطين كل شي محمد هنا عمحمد أركب محمد وركبوني سيارة وغيرون لبسي ألا لا أنا في فيلم أنا في حالة الوضع مو مو طبيعي أنا عشت أكشن يقول محمد أركب معهم وأنا متطمن يعني موري زينة يقول مكسيكان ذولي كشو يطلعوني من سيارة لسيارة يقول يدخلوني من دولة لدولة لين وصلت دولة بعيدة عن أمريكا ولكن ما هي دولتي يقول خلوني في الدولة ذي ما يقارب 3-4 أيام يقول شوية لجيبيلي جوازات سفر جيبيلي أشياء جديدة ما هو أنا وعلى لني شخص معهم في المكسيك يقول حسيت يا أخي كأني رجل من رجال العصابات الضخمة ذولي يقول لفجأة ليرن جوالي سلام عليكم محمد ها وين مكانك الآن جتنا والله أنا في المكان الفلاني لهذا يالطيب انت راح تقعد ترا ما يقارب 3-4 أسابيع لين توصل دولة حقتك جترا خلاص تمام قالت شف لي معاك تراهم أمان لا تشيلهم تعيش في خلك مرتاح ولا تخاف انت مو أول واحد ولا آخر واحد صارت للسوال في دي قلت لهم خلاص اوكيه تمام يعطيكم العافية يقولوا صدقي مر الأسبوع الأول أسبوع الثاني أسبوع الثالث إلا أنا في دولتي وداخل على أهلي بالشهادة يا عساتر يا الموقف الآن تراسي أبغى وري هلي الشهادة ولا أبغاهم ينتبهون للشي اللي أنا فيها الآن وحالتي الصحية المتدهورة وأبغى علم أبوي وش اللي صار لي بالضبط سبدة القصة هنا الحوار اللي راح يصير مع الولد وأبوه يقول دخلت لهلي بكون هلا محمد مرحبا ومسهلا يا أهلين وسهلين يقول يخمونني كلهم وفرحانين فيني وأنا قاعد أقاهم ولا أبغى أهذري عليهم يقول المهم وخلص الحفلة هذه البسيطة اللي سووها لي وأمسك أبوي على جنب وأبغى أقول له الموضوع اللي صار قلت ميد أبوي السلام عليكم كيف حالك؟ وش رايك نطلع بره بالسيارة نغير جو يا إيبة يحلي أبوي تمام ويركب معي السيارة ويدق سلف ونمشي بالسيارة يوقف على جنب ينزل قزاز قال لي هاه وصار معاك يتلس معي إيبة أنا بقول لك أشياء وأتمنى يعني أنه ما يضيق صدرك كنا يعني تتماشى معا الأمور هذه اللي راح أقولها لك إن شاء الله أمور زينا قال حسى ما أشار ويصاير يقول محمد أنا قاعد ألاحظ بأبوي أن أبوي صار إنسان هادي راكد رزين ما هو الشخص اللي كان يعني عنيد وما يسمع الكلام لا تغير في الخمس سنوات اللي راحت حقاقا للحق أبوي يتغير قاعد يقول يقول قلت ماذا أبوي يسمعي إيبة أنا صار لي كذا وصار لي كذا وبدق وفيني إبرة وصرت يعيبة هلوس قال إنت ما استخدمت الشيء ذا متأكد قال والله العظيم إيبة إني ما استخدمت تبغى تتصلك عالدكتور اللي شخصني هناك قال لي زين علمني إيش صار بعد يقول وصارت مشاكل وسويت كذا واشتغلت يا أيبة وجمعت فلوس فتحت لي معمل يقول أبوي قاعد يسمعني وقاعد يدمع قاعد يبكي قدامي تريبوش فيك نحكمل كمل قاعد أعلم بكل التفاصيل قال له يا ولدي لك يلهم أمورك محلولة لا تعتقد يوم أنبهك في البداية السفرة أني كنت أعرف إيش راح يصير ولكن هذا اللي صار لك كله من تفاؤلي الخاطئ واللي كنت أتفاعله أنه يصير لك نفس الموقف هذا كنت أصلا أنا مانعك من السفر كنت خايف أنك تتعاطى ولكن تفاؤلي اللي أنا قلت بثمي فأتوقع أنه كتب وكنت أقول أن محمد راح يطيح في الخراب وأنا متأكد أنه راح يطيح فأكيد أنه بيطيح في ذا الخراب ويدمنه ويصير من الناس اللي تعاطون المخدرات هذولي يقول تدري يا محمد لو أني تفاؤلت خير كما صار لك الشي ذا تدري يا محمد أنك رافع راسي لو تسوي اللي تسوي وقال أبو محمد لمحمد وحقول لك كلام مستحيل هذا الكلام يطلع من أب الإبنة شكرا لك يا محمد أنك عانت واستمريت على طموحك أنا راضي باللي ربي كتبه لي وصدق من قال تفاؤلوا بالخير تجدوه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة